بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن سار على هديهم بإحسان إلى يوم الدين إخوتي أخواتي من منا لم يرتكب ذنبا من منا لم يسئ قطه كلنا مذنبون خطأون ولكن بما أننا مذنبون وخطأون فينبغي التعامل مع المذنبين والمسيئين والخطائين برفق ولين وحكمة وموعظة حسنة وكلما اشتد مرض المقابل وكلما ساء ذنبه واشتد السيئته كان بحاجة إلى رفق ورحمة أكثر منها فليس من برأسه صداع كمن يعاني من مرض الأورام الخبيثة شتان ما بين هذا وهذا فالثاني أحوج إلى الرفق والرحمة واللين والحنان أكثر من الأول وهكذا حال الذنوب فلذلك كان الشيخ معروف الكرخي قدّس الله روحه مع لفيف من تلاميذه كانوا على شاطئ دجلة الخلاب جلسوا يعظهم الشيخ المبجل رحمه الله ولكن بجانبهم جاء شباب يرقصون يغنون يرفعون عقيرتهم بالغناء ويطربون التلاميذ طلبوا من الشيخ المربي أن يرفع يديه إلى السماء ويدعو عليهم بالهلاك فرفع الشيخ معروف الكرخي رحمه الله يديه إلى السماء قال اللهم أسعدهم في الآخرة كما أسعدتهم في الدنيا استغرب الطلاب والتلاميذ ولولا هيبة الشيخ لستنكروا عليه أي مسدنكار ولكنهم صبروا بعد فترة فإذا بهؤلاء الشباب عندما نظروا إلى هذا الشيخ النوراني المبارك جالساً مع لفيف من طلابه وتلاميذه استحيوا منه ذهبوا إليه وتابوا على يديه فقال لهم الشيخ هكذا يسعدهم الله في الآخرة الله الله ما أعظم هذه المعاملة الطيب المباركة مع المذنبين والمسيئين يا من ملأت قلبك رحمة ورأفة اقتد بسيد الرحماء والرؤفاء من المخلوقين من عباد الله أرأف الخلق بالخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتعامل مع المذنبين والمسيئين ورد في صحيح البخاري أن رجلاً قال لا تصدقن الليلة على مسكين تصدق الليلة سراً ثم في الغد الباكر بدأ الناس يتحدثون يقولون سبحان الله لقد تصدق الليلة على سارق فحزن المتصدق كيف وصلت صدقة إلى يد سارق كرر نذره وقال لا تصدقن الليلة على مسكين فتصدق ففي الغد الباكر شرع الناس يسألون ويستغربون سبحان الله لقد تصدق الليلة على زانية فحزن حزنا شديدا المتصدق المنفق ما له سراً قال لقد لأتصدقن الليلة على مسكين فتصدق فبدأ الناس يتحدثون ويقولون سبحان الله لقد تصدق الليلة على غني فحزن حزنا شديدا أشد من الحزنين الأولين فلكن الله تبارك وتعالى أوحى إلي عن طريق الرؤية أو طريق الإلهام كما ورد في البخاري أوحى إليه أما الزانية فلعلها أن تستعف أما السارق فلعله أن يتوب وأما الغني فلعله أن يعتبر فلذلك اجعلوا ذنوب إخوانكم كذنوبكم معظم مقولة للإمام الرباني محمد بن محمد بن محمد الغزالي عندما يقول في كتابي المقصد أما الزلسنا في شرح أسم الله الحسنى يقول وَحَظُّ الْعَبْدِ من هذا الاسم الاسم الغفور واسم الرحمن والرحيم أن يجعل كل ذنب يراه أو يرتكب في العالم كذنبه يبكي الذنب الآخر يدعو له بالمغفرة وَيُحِبُّ أَنْ يَسْتُرَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ إِذَا أَذْنَبَهُ أَنْ يَسْتُرَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا اجعلنا رؤفا رحما بعبادك آمين آمين والحمد لله رب العالم